السلام عليكم وشارككم ان شاء الله تكونوا كامل بخير والاخير كما العادة والعوايد اليوم جيتكم بوصفة مملحات بعجينة الجبن بيانسو كما قلت في الفيديو السابق بسبب الظروف اللي راه يصاريه في بلدنا الله ينصرنا ويصرف علينا هاد الواباء كنت نظر في انستغرام اي بيانسور شفت لاغوسل قلت وعلش الهلا ما نعودهاش معاكم سي لوكازيون باش تسييوها في ديوركم اي بيانسور ديخ فيفا بل بزاف وامامتان تشبع لوليداتكم لهاد الوصفة راح نسحقه فقط مكونات متواجدة في كامل بيوت الجزائرية ولا اي بيت في العالم تاع اي انسان في مختلف انحاء العالم هنا راح نسحق ميتين ميليلتر حليب دافي ميتين ميليلتر ما دافي مغرفة كبيرة ونص خميرة الخبز مغرفة كبيرة سكر هنا استعملت علبة يا وخت ناتيوغ بسكو ما كانش عندي الجبن لكن الوصفة الاصلية فيها خمس قطع الى ست قطع تاع جبن عندي ربع مغارف كبار تعزيد ملح اي بيانسور سبعمائة قرام الى سبعمائة وخمسين قرام من الفارينة ونص باكي لالويفور شيميك خميرة الحلويات بالنسبة للفارينة انتوما اللي راح تتحكموا فيها سبو ساقلكم يا سبعمائة يا سبعمائة وخمسين بس كل فارينة تختلف من مكوه من بريتو تختلف من وحدة الوحدة كيلي تشرب كيلي لالا هاد الفارينة راح نستعمل بالتقريب خمس كيسان ونص حتى الست كيسان واربع مكسيمم ما تزيدوش عليهم راح نبدو الحاجة اللولى بلولوفين ديانا راح نديرو هادا كل ما مع الحليب والخميرة تاع الخبز السكر وزوج مغارف تاع فارينة راح نخلوهم يتخلطون نخلوهم بالتقريب خمس دقايق من بعد راح نضيفو عليهم ربع مغارف كبار تاع زيت نخلطوهم غير شوية ونبدو نضيف الفارينة ديالي اللي بيانسوغ كنت غربلتها ديجا مقبل ما تنسوش الملح بيانسوغ دكاكي تقدرو تديرو الفارينة راح تقدروو تضيفوه عادي راح نضيف الفارينة اللي كيما قولت خمس كيسان ونص حتى ست كيسان واربع على الاكتر ما لازمش تجيكم جرية وما لازمش تجيكم بزاف نشفه بخاص كيما العباطة تاع البيتدا جي العمام تاكستشوغ نفس القاوام راح نضيف الخميرة تاع الخبز نخلط شوية من بعد نكمل نضيف المكونات الاخرين اللي هما الملح وعلبة تاياوخت ناتيوغ مع الاخر كامل اهنا كيما راكم تشوفو باو ما رايش تبان بياه القاوامة راح يكون متماسك شوية كنديرولو الياوخت ناتيوغ ولا الجبن راح ينتلق شوية دونك تكون شدة روحة شوية من بعد راح تنتلق مور ما كمنا هاد الكمية كامل راح نحطوها دوكوتي تريح هاد العجينة دينا ورح نضورو للحشوة انا هنا بالنسبة للحشوة كان عندي بس القطعتو دي العمال دبلتو شوية ملح فلفل كحال فلفل عكري وشوية كوركم بيانسوغ ما تنسوش الزيت من بعد راح تضيفو عليه طماطم حبيبة صغيرة ورح نضبلو كل شبية هادي هي الحشوة اللي راح نستعملها ورح نضيف لها من بعد علبة الطونة والجبن كل واحد والاختيار ديالو تقدرو تكتافي بالبصل وطماطيش فيهم باركة ويجي بزاف بنينا كيما راكم تشوفو القاوة متاع العجينة كيفاش يجيني يجي شوية يتلاسق من بعد كي تريح لجينة تعنا راح تشدروحها وما تنسوش باللي كي تديرو الفارينة كي تكونوا تحلو راح تعاونكم دونك توجو ديرو حساب باش تخلو العباط بتاعكم شوية متلوقها قلتلكم راح تشبه للعجينة تاع البيتزا جي شوية مرخوفة هنا راح نضيف كيما قلت علبة الطونة للخليط ديالي ورح نضيف تانيت شوية جبن معاها ورح نخلطهم اللي ما عندوش كيما قلت يكتافي بالبصل والطماطيم البناتو قاعد لا مام ما تتبدل حتى حاجة ورح تشوفو في الفيديو كيفاش راح نبدأ ونشكلو هاد المملاحات راح ناخدو كويرات نستعملو نعاونو شوية بالزيت باش نرفدو وبالفارينة باش نحلو ما تكتروش الفارينة باش ما تجيكمش يبسا راح نكوروها شوية من بعد نبدأو نحلوها غربيدنا اللي حب تستعمل الحلل تستعمل كامل طرق كيف كيف نحلوها على شكل مستطيل من بعد راح نقطعو من التحت ولا من الفق كيما تحبو بالجرارة ولا بموس تقوب صغيرة تكون خفيفة ماشي حتى للتحت جست واحد ثلاثة سنتيمتر ولا على حساب العرض تاع العجينة بيانسيو راح نكورو وندوروها كيما الكعيكعات واذا حبيتو تستعملو تديروها كوم ديك خواسا هليلت هادك شي اختياري كل وحدة تديرها وتفاصلها كيما احبت انا هدي هي طريقة لاعتمتها باش شكلت المملاحات اديالي ان شاء الله هاد الوصفة تنال اعجابكم وتسيوها مع وليداتكم وربي ان شاء الله يخفف علينا هاد الوباء ويبعدوا علينا وينصر كل الامة الاسلامية بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نخليكم تكملوا تشوفوا الوصفة والصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة